يا صباح السعادة و الف خطوة عزيزة بكل حبايب قلب اللي مناوريني جداد على القناة وكل اخواتي اللي معاي على القناة تاج على راسي نورتوني وشرفتوني واحب بس كده في اول الفيديو اعرفكو يعني اه على مدى الروتين النهاردة النهاردة ان شاء الله فيه روتين حماسي جدا جدا عشان فيه ناس بدأ يقولولي في الكومنتات يا نوجا يا كاسلانا شكرا لك يا حبيب اجتمي يا اختي اجتمي عاجي اه المهم نجعل كاسلانا رجع بروتين حلو كده على القد مش قوي جدا لكن هو مش قوي بالنسبة لكم لكن انا بالنسبة لي قوي جدا جدا تمام تمام المهم يعني بغتك كمان للناس بقى اللي انضموا وجودات نورتونا وبجد زادنا شرف بوجودكم وبجد ان شاء الله تتبستوا معانا يعني في القناة وانا بحاول انوع في القناة على قد ما بقدر اما بالنسبة بقى على الروتين عشان بس الناس تبقى فاهمة انا بعمل الروتين الناس الجديدة يعني الناس القديمة عارفين اه انا بعمل روتين وخلال الروتين بلحكي قصة قصة واقعية بتجيلنا من احدى المتابعين معانا اذا كانت على اليوتيوب او تيك توك او كواي او فيسبوك انستجرام اي موقع من اللي انا بشتغل عليهم بتجيني رسالة عليه باخدها وبقرأها وبدرسها في حاجات ينفع ان انا اطلع قولها لكم في مشاكل اه بتكون حساسة جدا ببقى خايفة ان انا اتكلم فيها عشان ما يبقاش اه في احراج اه بني وبينكم او في حظر من اه اه ادارة يعني اليوتيوب او الكلام ده اه ربنا يجعلكو يا رب كده نعمة وخير في حياتي يا رب اه عايز اقول لكم اه كده صحينا بدري النهاردة في نشاط اهو في حيوية وصحين من الساعة 11 الصبح وتمام التمام فترت وفترت الولاد وبعد كده اول حاجة بحب ان انا انا اضافها او احب ان انا اشيك عليها البلكونة عايز اقول لكم ان البلكونة تفرع في نفسيتي جدا طول ما هي نظيفة ومرتبة والغسيل منشور خلاص كده انا يومي جميل ربنا يجعل ايامكم كلها سعادة ويجعل ايوم الجميل يا البختك اهم حاجة بقى هو عي تنسي اللايك اللايك بيشجعني جدا بشوف مادة حبوكم لي في اللايك وفي الكومنتات بتاعكم المهم يا البختك النهاردة بقى في اه مشكلة كده مع بعض ايه هنقولها واللي حابب يقول رأيه بادب وباحترام على راسي من فوق عشان برضو في كومنتات بتبقى يعني كده وطبعا صاحبة المشكلة بتكون معايا هنا على اليوتيوب بتسمع مشكلتها وبتشوف اراءكو في الكومنتات وطبعا ربنا يجازيكو خير يعني احنا يا محل لنا مشاكل وكلنا سبب في ان احنا نحافظ على قد ما نقدر على الاسرة عشان خاطر الولاد احنا لما بنجتهد في حاجة بنجتهد عشان خاطر ولادنا عشان خاطر نحافظ على الدفا اللي موجود داخل بيوتنا تمام يا بنات اه مشكلة بقى النهاردة بتقولي انا عندي ستة وعشرين سنة عايشة مع جدتي ومامتي متزوجة وبابا ويا متجوز وانا بنت وحيدة ومعنديش اخوات طبعا ماما خلفت من جزه الجديد وبابا خلف ولكن انا طول الوقت حاسة ان انا وحيدة ومش باعتبرهم زي اخواتي لان اصلا ازا كان ولاد بابا او ولاد ماما اللي اتنين ما بيحبونيش وشايفيني ان انا متدلعة واني جدتي مدلعاني زيادة عن اللزوم وجدتي الله يكرمها ويتول في عمرها مش ميخلياني عايزة حاجة وكل طلباتي يعتبر مجابا اطلب اي حاجة تجيل المهم انا مش مش على قدر عالي من الجمال انا شكلي مقبول ولكن مش حلوة او زي البنات الامامير اللي جسمهم حلو ومومشوك والكلام ده انا جسمي رفيع جدا وصمرة وشكلي مش يعني بحس ان انا لما ببص في المراية ان انا شكلي مش حلو المهم ولكن بقى بلبس شيك جدا وعلى قد ما بقدر بحط ميكا بهادي ولبسة دهب عايزة اقول لكم ان انا جدتي جايبالي دهب آآ كتير ولبسة وكل مرحلة في عمري لي فيه الدهب بتاعي حتى من وانا بيه بصغير الدهب بتاعي موجود وجدتي شايلاء في الصندوق عندها في الدولاب آآ طب يا اختي انت بتقول لنا تفاصيل لي انا عايزة فهم بس الدهب فاني ودلاب عشان نجي نخدم ربنا يا ربي طولك في عمري يا راح قلبي بس بعدك ما تحطيش تفاصيل يعني المهم هي يعاني من مقصدها ان هي طفلة مدللة يعني مع جدتها وجدتي كتبت لي البيت اللي انا قعدة فيه اللي هي جدتها وهي عايشين فيها جات آآ مامتي اتخانقت مع جدتي وخالي اتخانق مع معي اخناقة كبيرة جدا جدا وعمالين يقولول احنا هنرميك في دار مسنين علشان اهتمامها بيا ومامتي بتحكد علي وبتغير مني جدا لما بتشوفني لابسة الغواش ولابسة السنسلة ولابسة ده ولابسة ده وهي عايشة عايشة مش كويسة معجوزة بس هي راجع عشان مخلفة منه تلاتة وعشان قبل كده اتطلقت من بابا وخايفة يقولوا ان هي كل شوية بتتطلق وظروفهم وحشة حقيقي بس انا مقدرش اتصرف في الدهب اللي ستي ملبسهوني لان ستي بحلفت علي ميت يمين ان انا ما مقلعش ابدا الدهب ده من ايدي وان هو يكون ذكرى من جدتي وانا مش عارف اعمل ايه ومامتي دايما بتزعق لي وكل ما روح لها زيارة كل اسبوعين تلاتة بتقعد تحسسني ان انا واخد الحاجة دي من جدتي كده لو يدراع يعني واني الحاجة دي من حقها واني دي امها وانا خايفة جدا يا نوج انا جدتي كبيرة عندها سبعين سنة وخايفة لقدر الله في اي وقت لو توفت انا هعمل ايه مش عارفة اعمل ايه كل شوية بيتقدم لي عريس بس انا ببقى عارفة ومتأكدة ان العريس ده جاي عشان اه الدهب اللي معي وجاي عشان انا عندي انا متعلمة برضو تعليم كويس و اه بقول مش مش معقول يعني ان هو يجي ويتقدم لي وانا شكلي مش مقبول ما فيه بناك كتيرة شكلها حلو جدا و اه لسه متجاوزوش مع العلم اني والله دي مش قلت ثقة في نفسي ولكن انا بحب اكون عارفة حدودي كويس علشان ما اخدعش حد وعشان ما بحبش حد يدايقني المهم اه انا كمان عندي عقدة من وانا صغيرة لاني كان الاطفال بيتنمروا علي جدا في المدارس و كمان كانت مامتي تفضل تقول لي يا ريتك كنتي جيتي ولد ما كنتيش جيتي بنت اه فانا دلوقتي متقدم لي عريس بس من ناحية جوز امي و العريس شاب كويس جدا و مشكله حلو و اه عنده شقة و كل حاجة و مامتي كلمتني و قالتلي تعالي شو فيه روحت شفته و حسيت ان انا مرتح له و هو اما شافني قال انا احس ان انا مرتح لك اه و انا تعبت يا نوجا و خايفة لقدر الله جديتي يحصل لها حاجة و جديتي عمالة تقول لها يعني جدتها بتقول لها انا عايزة اجهزك و اجوزك قبل ما يحصل لي حاجة عشان تكوني اه مع راجل يدافع عنك و عن حقك فانا يا نوجا والله مش عارفة اعمل ايه اخد الخطوة ولا ما اخدهاش و لسه ما فيش اي كلام المفروض ان هو هيجي يقرأ فتحة اخر الاسبوع قبل ما اعمل اي حاجة و قبل ما اخد اي خطوة انا قلت اسألك واخد رأي الناس اللي عندك و ربنا يجازكوا خير انا يا نوجا بعتبر اختي كبيرة و بعتبر كل الناس اللي معاك هنا في القناة هم عائلتي التانية بستنى كل فيديوهاتي كل يوم لان بجد اكتر حد بيديني طاقة ايجابية اكتر حد بيونسني في وحدتي اكتر حد بحب اتفرج عليه عشان يبقى عندي نشاط وتعلمت منك كتير جدا انا بحبك اوي و انا يروح قلبي بعشائك و انا بموت فيك و ربنا يا رب يجعلك احلى عروسة في الدنيا و يوفاك في حياتك يكرمك يا رب العالمين اعايز اقولك والله العزمة نعيني دمعت اخر الرسالة و انت بتقوليني رب احبك اوي دي والكلام الحلو ده كتير علي والله العزمة يا بنات ربنا يكرمكو و يجعلكو كده دايما مبسوطين و فرحانين و يزدكو من فضل الله انا حابة اقول رأيي في المشكلة ولكن طبعا رأيكو انا حابة ان انتو تكتبوه برضو في الكومنتات عشان عروستنا الجميلة تستفاد اول حاجة يقلب بختك هنتكلم في الموضوع نقطنات بالنسبة لشكلك اللي انت حاسة ان هو مش مقبول اولا دخل اتربنا كل واحد فينا في عيب ممكن يكون في الشكل ممكن يكون في الطبعة ممكن يكون في اي حاجة تانية على العموم الشكل مش مقياس ابدا ان احنا ناخد به الناس اللي بتفهم بجد هم اللي هيعرفوا النقطة دي الشكل اخر حاجة احنا نتكلم فيها الجمال ده بيكون جمال الروح جمال الطريقة يعني انت حلوة قوي هيفاء واهبي قوي يعني في نفسك وقللت الزوق ودمك سم ومن جواك سواد السنين ومش طيقة حد ومتكبرة وشايفة ان انت احسن واحدة على الكوكب ده لا بجد ما بحبش دول ابدا انا حبي بقى شكلك عادي طبيعي طب ما انا كنوجة شكل عادي جدا وبشوف يعني ستات امرات واللي عينها ملونة واللي جسمها ممشوك وده وعادي كل واحد فينا فيه اللي يميزوا دوري على الحلو اللي جواكي ملكي الجاعة وبالناس بتقول ايه ونصيحتي التانية يعني ام معلش حاولي تعملي مامتي الكويس حتى لو كانت هي بتأذيكي لاني ربنا هو اللي امرنا بكده ولا تقول لهم قف ولا تنهرهم وكلهم قولا كريمة قولا كريم معلش يا ماما ومش عارفة ايه وهي وجدتك استفو ليه بقى لان مامتك دي امها هم مع بعض يصطفو طلع انش نفسك من الحوار ده واجدتك لو شايفة اني اني ينفع او هي تجيب لمامتك دهب كانت هتجيب لها من غير ما انت تقولي ومن غير مامتك ما تقوله او تحكد او الكلام ده تاني حاجة ما بالاش تلبس الدهب وانت رايحة الزيارة بتاعت مامتك عادي رابح حاجة بقى وده قلبي بيقولي كده مش عارفة ليه اي جوازة جيالك من نحية جوز مامتك من نحية مراد باباكي بلاش منهم الناس دي بتبقى متسلطة الناس دي بتبقى عارفة مخبئك عارفة ان انت معاك فلوس وعارفة ان انت عندك بيت وعارفة ان انت على نياتك وعارفة ان انت عشان مثلا معلش عشان هم عارفين ان انت مثلا شكلك مش حلو فتعال انت حسسا ان الدنيا ياما هنا ياما هناك واتحك عليها وخد هبة وخد فلوسها وخليها تكتبلك البيت وياما شفنا ده كتير والدنيا ياما هتعلمك انا من رأيي صلي صلاة استخار عشان ما نبقى ازل منهم بس يا قلب اختك ربنا شايل لك رزقك ولو رفضتي ورب تجعل فيه الرزق وده نصيبك هتلاقي ايه بيجري وراك كده جري ولكن انا ليه مش عارفة حاسة ان هو واحد مزقوق عليك عشان ياخد الوراك واللي قدامك لان عارف عنك كل حاجة الكلام ده لو زميل ليك في الشغل ما يعرفش ان جدتك عملالك حاجة ولا عارف ان معاك دهب ولا عارف ان شايلة فلوس في البسطة ولا شايلة اي حاجة ولا الكلام ده من ضمن الكلام يا حبيبي هيك انكتبالي في الرسالة ان جدتها شايلالها مبلغ وده اللي هيها تتجاهز بيه فما حدش يعرف التفاصيل ده لو حد غريب حبك عشان روحك الجميلة وحبك علشان انت جميلة واسلوبك جميل وقلبك طيب وام ان شاء الله هتكوني ام صالحة لولاد ابنها اه لا يعني انا شايفة ان تأني اه ما تخليهمش يجوا يوم الجمعة يقروا الفتحة كده على طول تأني وخلي جدتك تكلم حد تبعها يروح يسأل على الولاد ده كويس جدا وتشوفو متعلم ولا مش متعلم فعلا عندو شقة ولا ما عندوش شقة بيه اه شغال ايه اه شغال ايه اه اه طموحه في الحياة ايه كده لكن يجي يقرا فتحة واسلو اسلو 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 بيد ورمي ارمي ارمي يلا نجيب العفش يلا خدها عندك في بيتك يخليك نايمة يبصمك على البيت ويمضيك ويدرابك ويا ما سمعنا حاجات زي كده كتير في قلب اختك تأني جدا وانتي بتختاري عشان ده يبقى جوازة العمر وربنا يعود عليك بالخير هو ده كل مقصدي انا كنوجة بقولك لا ترفضي ولا حاجة قولي لهم ادوني وقت افكر تسألوا عليه وصلي استخارة مرة واثنين وتلاتة حسيت ان قلبك راضي ومرتاح توكل على الله حسيت ان في حاجة ربك بينلك حاجة ربك اللي شايف كل حاجة وخلوا يا جماعة ربكم وكلكم ونعمة بالله الوكيل خلي ربك وكيلك وسيبيها على اللي لا بيخفل ولا بينام انا وكلت ربي في موضوع اكسم بالله جاب لي حقي وانا قعدة اكسم بربي اني انا يا ربي كنت قعدة ووكلتك في امر والله العظيم يا بنات اني كنت قعدة حقي جالي تالت وامتلت وراداني رب العالمين لاني بجد من قلبي كان قلبي منحور قلت له يا رب انا ماليش حد غيرك انت وكيلي بس كانت طلعة من قلبي ونعم الوكيل لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله بحبك جدا جدا واسفى على الاطالة ده كان فيديو النهاردة ويلا بقى هروح احلي اشرب عصير مانجا وااكل برضو مانجا ويحب المانجا جدا عايزها ايه اكلها كلها بقى قبل ما تخلص السلام عليكم